ما نقدرش نقول بتكون ايه لان كل فصل له امراض ولو الظروف المؤثرة عليه لكن الحقيقة احنا عندنا مجموعة امراض احنا بنحاول نعمل حماية منها بشكل او باخر يعني عندنا الجلد العقدي ده بنحاول نأمن عليه رغم ان هو بنتشر في فصول اللي فيها نموس كتير او فيها حشرات في هذه الفصول بس احنا بنحاول نحن نأمن عليه ونحاول نحن نمنع دخوله للبلاد عندنا فيه امراض مش موجودة اصلا يعني الحمى الوضع المتصدع ده على الرغم ان مصر خالية من حمى الوضع المتصدع الا ان احنا بنحصنه بشكل كبير لان ده مرض مهم وبالتالي الحماية منه لان فيه دول جوار فيها هذا المرض مصر خالية من هذا المرض ولكن احنا بنقوم بحملات تحصين مكسفة ضده عشان نمنع دخوله للبلاد فيه امراض كانت بتبقى عندنا بتعمل مشاكل التحصين منها بيقلل من احتمالية الاصابة زي مثلا الجلد العقدي يقاسف الحمى القلعية بيتم التحصين منها علشان ده بيؤثر على الانتاجية فبنحاول نقلل البقر المصابة بشكل كبير والحمد لله يعني فيه انخفاض ملحوظ في حجم البقر اللي بتبقى موجودة وده مرصود يعني فيه اعداد البقر واعداد الاصابات اللي بيتم مرزدها